معنا أيضا من إسطنبول المحلل العسكري والاستراتيجي العميد أحمد رحال أهلا بك عميد أحمد مرسلنا في فيينا نايف نوفل قال بأن الكريم لن أعلن أن مؤتمر سوتي لن يكون فيه أي حل لسوريا أو حول قضية سوريا فلماذا يعقد هذا المؤتمر يعني جيد أن روسيا وصلت إلى قناعة من أن سوتي ليس المكان الحقيقي لإجراء أي عملية سياسية ومن أن خفض التوقعات دليل على فشل روسيا ودليل على فشل بوتين بالذات لأنه هو من تبنى هذا المؤتمر أنا أعتقد أن الحقائق اليوم تقول أن سوتي أو فيينا أو جينيف لن تكون ذات مصداقية لن تكون ذات وسوقية لم يكن هناك إجماع دولي على دفع نظام الأسد ومن خلف إيران ومن خلفهم موسكو إلى تبني سياسة الحل السياسي إلى الاعتماد على القرارات 2254 أنا أعتقد حتى الآن لا توجد تلك الإرادة الدولية وبالتالي ما زالت موسكو تعبس في الملف السوري تارة في جينيف واليوم الخلافات مع ديمستورا في فيينا هي والنظام وغدا في سوتي لن يكون إلا عبارة عن مرتع لتناول الطعام لن يفضي إلى أي شيء وبالتالي كل هذا العبس الروسي بالملف السوري يعكش حقيقة واضحة أن أهمها الزميلة للنظام الأسد لاستمرار القتل مع ميليشيات إيران طيب في ظل هذه المعطيات وعقد كل هذه المؤتمرات الغير مجدية كما أعلن الكريملين ما الذي ستفعله ويفد المعارضة بعد كل هذه التصريحات الواضحة من الكريملين حول القضية السورية يعني الوفد الرياضة الثنين الذي ساهمت فيه المملكة العربية السعودية واستطاعت أن تحقق ما أراده المجتمع الدولي من الخروج بوفد موحد وكانت هناك تعهدات أممية تعهدات أمريكية تعهدات أوروبية وحتى تعهدات روسية إذا ما استطعت السعودية إنجاز هذا العمل سيكون هناك انفراجة في الحل السياسي وستكون هناك متغيرات في جينيف السعودية قدمت هذا الوفد بالتعاون مع فصائل قوى السورة وبالتعاون مع قوى السورة السياسية لكن المجتمع الدولي خزلت جميع خزل السعودية خزل الوفد المعارض وجدنا في جولة مفاوضات 8 أنها لم تسمر على شيء وكانت استمرار لسابقاتها بالحصيل الصفرية أو المحصن الصفرية دائما اليوم زعبنا ألفينها وقالت موسكو سيكون هناك إنجاز الإنجاز كان عبارة عن خلاف ما بين النظام وديم ستورة ورفض الدخول بإحديث عن أي شيء حتى في الدستور خلاف روسي مع ديم ستورة وبالتالي أنا لا أعتقد اليوم أن هناك جو مهيئ وفد المعارضة منفتح على كل الطروحات التي تحقق أهداف الشعب السوري لكن المشكلة أنه لا شريك لنا في المفاوضات ولا شريك لنا في إيقاف شلال الدم في الأراضي السورية طيب بعد كل هذه التخابطات وكذلك السكوت الأممي عن ما يحدث في سوريا وهذه الاجتماعات الغير أو الهامشية إذا صح التعبير من هنا وهناك سواء في جنيف أو في سوتي أو في غيرها من ماك العالم ما الحل الأمثل بوجهة نظرك لإنهاء القضية السورية بعد كل هذه التخابطات السياسية والدبلوماسية وتعرض المصالح في سوريا يعني سؤالك سيد الكريم هو السؤال الذي يتهرب منه المجتمع الدولي عندما واجهنا الاتحاد الأوروبي عندما واجهنا الولايات المتحدة الأمريكية وقلنا نحن جاهزون لحل سياسي كما نصت قرارات مجلس الأمن لكن لا يوجد شريك ما البديل متى تستطيعون أن توقفوا الإجرام الروسي في سوريا لماذا لا توقفون ميليشيات الارتزاق وميليشيات القتل القادمة من طهران ومن الضاحة الجنوبية أثبتتم أن بشار الأسد قاتل لشعبه عبر عشرات المجازر بما فيها الكيماوي لماذا لا يكون هناك بند أو إجراء تحت البند السابع الحقيقة أن المجتمع الدولي يستهوي دماء السوريين بدليل أنه لا يوجد حل الحل اللي لم تكن طهران والضاحة الجنوبية والنظام الأسد لديها الفكرة والإرادة بإنتاج حل تحت شرعية مجلس الأمن تحت شرعية القرارات الدولية وهذا ما قاله ديمستورة في الجولة الثامنة من أن وفد النظام هو من عطل المفاوضات إذن يجب دعم الجيش الحر يجب دعم فصائل السورة كي توقف هذا القتل في الأراضي السورية وبالتالي ترك الحالة على ما هي عليه هذا يعني مزيد من الاستنزاف مزيد من التدخلات مزيد من الدماء السوري المراقع وبالنهاية الشعب السوري لن يعود إلا بما خرج من أجله وبالتالي على روسيا أن تقتنع قبل طهران وقبل المجتمع الأوروبي أن لا مكان لبشار الأسد وعلى المجتمع الدولي أن يحترم تطلعات السورية طيب عميد أحمد تدخلات الجيش التركي في الشمال السوري وفتح جبهات أخرى أصبحت أو سؤال هل أصبحت سوريا مكانا لإنهاء الصراعات الدولية والإقليمية لكل من يرى فيها مساحة لإنهاء صراعاته الجانبية مع أحزاب أو منظمات داخل دوله وبالتالي ما تقدمه أو ما تفعله تركيا الآن وجيش التركي مع حماية الشعب وحدات الشعب الكردية في الشمال السوري كيف تقيم الوضع؟ يعني عندنا مثل شعبي بيقول الرزق الداشر بيعلم الناس السرقة ولدينا تجربة في العقدين الأخيرين من العام من القرن الماضي أن لبنان كان ساحة تصفيت حسابات للأسف الشديد اليوم سوريا بعد أن تنازل بشار الأسد عن كل ما يخص السيادة السورية بعد أن أوصل سوريا إلى الحال من الدمار والتشتت وإلى الدولة الفاشلة التي أصبحت عليه الأمر الواقع أصبحت اليوم سوريا أيضا ساحة لتصفيت الحسابات ما تريده العراق تدفع بميليشياتها على الحدود لبنان أو حزب الله ولا أحمد لبنان هذه المسؤولية يدخل حزب الله في الأراضي السورية ويقتل سكال قليمون ويمحي مدينة القصير ويصل إلى الحسكة في البحث عن طريقه ونحو القدس تركيا تريد تصفيت أمور الأكراد في الشمال السوري وبالتالي هذا ما أخبرنا الجميع من أن زيادة الوقت المتاح أو زيادة الوقت المصروف لإنتاج حل سوري سوف يولد المسيد من المشاكل وأن النار تشتعلت داخل الجغرافية السورية لن تبقى حبيسة الحدود بس لن تنتقل نحو الخارج وهذا ما أصبحنا فيه اليوم تركيا تريد حل مشاكلها على حساب الشعب السوري وإن كانت تتقاطع معه بتلك الهموم من أن الأكراد يبحثون عن اقتطاع جزء من سوريا لإقامة كائنهم المشود الأردن أيضا لديها مشاكل في الجنوب إسرائيل تبحث عن توسيع تطاع الأمام في الجولان السوري لبنان أصبح يسيطر على كل الحدود السورية وبعمق عشرات كيلومترات يعني هذا هو الأمر الذي وصلنا إليه لذلك قلنا ونعيد إذا ما أردتم الاستقرار يجب بناء قوة حقيقية من الجيش الحر من ضباط الجيش الحر تعتمد على مشروع سياسي يخرج كل المرتزقة وكل من هو أجنب عن سوريا لإعادة الاستقرار إلى سوريا وإلى جوارها شكرا جزيلا لك العميد ركن أحمد رحال المحلل العسكري والاستراتيجي كنت معنا من الصنبول معلقا على القضية السورية موسيقى شكرا